موسيقى ما أجمل العيش مع سنة سيدنا رسول الله وما أجمل الحديث مع الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يحكي لنا العدنان أروع القصص فيها العظات وفيها للورى عبر معنا اليوم إن شاء الله قصة جديدة من قصص السنة النبوية المطهرة روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية وهذه القصة النبوية المطهرة يرويها لنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه روى لنا أشياء حصلت في بني إسرائيل هذا رجل من العباد اسمه جريج العابد هذا الرجل كان في زمان بني إسرائيل وكانت له صومعة يعني صومعة قالوا الصومعة مكان للرهبان يتعبدون فيه إحنا عندنا المساجد نصلي في المسجد ونتعبد لله ونخشع ونخضع ونصلي القيام والتهجد وكل الصلوات في المساجد طب إيه الصومعة قال لك الصومعة مكان مخصص للعبادة كان الرهبان من النصارى يتعبدون لله فيه لذلك لما تقرأ القرآن كده شوف ربني أقول إيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا من الذين قالوا إن نصار له ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أهو الرهبان لهم صوامع يتعبدون لله فيها فسيدنا النبي بيقول لنا في هذا الحديث إنه كان في بني إسرائيل رجل عابد اسمه جريج يتعبد في صومعة مكان كده خصصه للعبادة زي ما بنقول عندنا للصالحين اتخذ خلوة للعبادة خلوة مكان كده يتعبد لله فيه فجريج اتخذ مكان للعبادة وكان عابد فجاءته أمه نادت عليه وهو يصلي فأم جريج قال إيه أمي أم صلاتي أجيبني ده أمي ولا أكمل صلاتي فنادت عليه مرة ثانية في بعض الروايات يقال بأنها نادت عليه ثلاث مرات ترجمة نانسي قنقر